سالي رح ننتقل مباشرة لمراسلنا وليد هناي المتواجد بين النصورنا بالكلية الجوية بحلب لنتشارك معنا الذكرى المباركة بتأسيس جيشنا العربي السوري العظيم اسعد صباحك وليد ننتقل إليك هل تسمعنا؟ نعم تحية لكم ولكل مشاهدي الإخبارية السورية في هذا اليوم العظيم هو يوما عظيم لدى كل السوريين نحن نحتفل اليوم في الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس الجيش العربي السوري ولنا الشرف أن نطل عليكم من كلية الصمود والقوة والإباء والتصدي الكلية الجوية نطل عليكم عبر عيد الجيش العربي السوري لنعيد على منهم صناع النصر على حراس السماء المتواجدين ببسالة وقوة وفي كل مكان وزمانة من هذا المكان حيث نرصد لكم واقع الكلية الجوية والجهوزية التامة والكبيرة لأبطال ونسور السماء في البداية ننتقل إلى سيادة العميد عمار سعيد البودي وحضرتك عميد طيار وقايد السر في الكلية الجوية سيادة العميد من هذا المكان نتحدث عن يوم عظيم لدى كل السوريين وهو عيد الجيش العربي السوري رسالة من هنا من هذا المكان وماذا عن جهوزية السرب في الكلية الجوية نحن من هذا المكان العظيم ونصنع الأبطال الكلية الجوية نوجه رسالة تحية للقائد الوطن وشعبنا العظيم ونحن رح نكون السوري المنية لبلدنا وجاهزين للتصدي لأي عدوان ليلا ونهارا تأكيد يعني اليوم هي رسالة قوة ماذا عن تاريخ هذه الكلية وماذا عن سنوات الحرب الماضية إلا أن الكلية أبت إلا أن تقدم التدريبات لدى الطلاب هنا الكلية الجوية كانت وستبقى تقدم النصور الأبطال نحن بالكلية الجوية تعرضنا لحصار جائر من قبل قطعان جبهة النصرة وداعش ولكن كلية الجوية استمرت في تقديم النصور الأبطال والتدريب وقدمت التضحيات الكثيرة ونحن بها المناسب نحمل نعايدكم ونقول لكم كل عام أنتم خير وللوطن ولقائد الوطن ومنعهدون أننا نحن للوطن وجاهزين للدفاع عن الوطن بأي لحظة ضد أي اعتداء إن شاء الله إن شاء الله وبدورنا أيضا نعايدكم ونقول لكم كل عام أنتم بألف خير أنتم حراس السماء ننتقل عن حضرة كسيات الرائد مازن اسماعيل وحضرتك طيار مدرب نتحدث من هذا المكان في هذا اليوم العظيم عن رسالة معيدة لكل من يشاهد شاشة الإخبار ياسو بالبداية أهلا وسهلا فيكم بربوع الكلية الجوية اللي هي مصنع الرجولي والرجال نحن قدمنا بالكلية كتير تضحيات الزملاء لنا استشهدوا لتظل على مهل بلد مرفوع والرسالة اللي بلشوها هنن رحنا رح نكفيها حتى آخر قطرة بدمنا وبمناسبة الزكرة 76 لتأسيس جيشنا العربي السوري بنحب نعايد الوطن وقائد الوطن ومنقلكم كل عام وانتم بألف خير ماذا عن أي جسم غريب باتجاه سماعيل؟ نحن جاهزين ليلا نهارا على مدار الساعة للدفاع عن سماء هذا الوطن ولتظل سماؤنا لنا حرام على غيرنا بالتأكيد لما لا وأنتم يعني النسور الذين تعملون دائما على حفظ وصون سماء سوريا من أي دخول شكرا لانضمامكم معنا عبر هواء الإخبارية السورية سأنتقل وإياكم عبر مجموعة من أبطال وطلاب الكلية الجوية هنا للعمل على يعني أو لأخذ مجموعة من الرسائل الرسائل المعيدة من هنا بالإذن منك سيات النقيب رح ننتقل لمجموعة من الطلاب المتوجدين معنا لنأخذ منكم معايدات في هذا اليوم العظيم هو عيدكم عيد الجيش العربي السوري ماذا عن الرسائل الرسائل المعيدة من هنا من هذا المكان طالب الضابط المتقدم سليمان مونير محمد من المعهد الفني الجوي في هذا اليوم العظيم في الزكرة السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري نعاهد الله والوطن نحن طلاب الكلية الجوية نعاهد الله والوطن وقائد الوطن أن ننهل من علومها ومعارفها ونبزل الغالي والنفيس دفاعا عن أرضنا وشعبنا وبهذه المناسبة كل عام وجيشنا الباسل بألف خير وشعبنا الأبي وقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها السيد الرئيس الفريق بشار حافظ الأسد سماءنا لنا حرامنا على غيرهم كالعمل تبقى ألف خير يعني لو انتقل عند حضرتك أيضا شو رسالت من هذا المكان بهذه المناسبة العظيمة طالب الضابط متقدم غير سليم شحوب من المعهد الملاحة الجوي في هذه المناسبة نقدم اسم آيات الاحترام والعزة والكرامة لأسر الشهداء وأمهات الشهداء الذين ضحوا دمائهم لقاء يبقى هذا الوطن عزيزا منيعا ضد الإرهاب الداخلي والخارجي بالتأكيد كلامته بألف خير يعني لانتقل عند حضرتك رسالة سريعة برشاشة الإخبارية السورية نقدم يزن أحنا الزين من المعهد الملاحي بهذه المناسبة العظيمة نحاعد الوطن الله والوطن أن نكون جند الله الأوفياء والحراس الميامين المدافعين عن أرض هذه البلاد وتوجه بالتحية إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة الدكتور بشار حافظ الأسد وإلى أهلي وأهالي جميع قوات الجيش والقوات المسلحة شكرا لك ننتقل عند حضرتك برسالة سريعة وميبنا نعيد بهذه المناسبة طالب ضد متقدم على الجوادات الحسن من المعهد الجوي بحب عيد الوطن وقائد الوطن والله يحمي جميع أفراد الجيش العربي السوري وبحب عيد أمهات شهداء وقلل أنه دماء أولادكم ما راح تهدر وبتمنى توصل التحيات إلى قيادة القوى الجوية وكل عام وأنتم بخير وأهالينا وأهالي الشهداء وكل بخير كل عام وأنتم بخير المالاوة الكلية الجوية هي مدرسة عكست مهارة الطيارين السوريين وقدرتهم على خوض أعتى المعارك في استخدام سلاح الطيران ضد الإرهاب وهاهم اليوم مجددين عهدهم في متابعة مسيرة النصر حتى تحرير كل شبر من أراضي سوريا إذن الجوزية التامة ووجود هكذا أبطال صراحة ننحني لهم ولهم منا كل التحية والإجلال والإكبار نتحدث نحن عن ثالوث مقدس وطن شرف إخلاص وههم اليوم بكل بسالة وقوة يعملون على حماية وصون سماء سوريا من أي عتداء خارجي إذن هذا كل ما إلى هنا ننتقل إلى استوديوهات الإخبارية السورية